الروح هو يجمعنا عراسي إذاً إحنا ما بدنا نجتمع شو بيعمل؟ إنه بيكون بيجمعنا ولا ما بيجمعنا؟ لا كيف؟ ما بدنا نجتمع لهمنا وما بدنا نجتمع ولهمنا ومقبلنا شو بيقدر يعمل الروح؟ ما تسمعهم؟ ما تسمعهم؟ ما بيعملت عن الصين؟ تعراسي هل قرروا دعوني دعوني كماء إذاً إذاً ما بدكم تجمعوا هو ما بيجبر حدا بس إذاً إنتوا قررتوا تجتمعوا بإسم المسيح هو له الدور الكبير بهالموضوع لأنه ما بيجبر الله ما بيجبر حدا على يحبه والشيطان ما بيجبر حدا على أنه يسمعه الله ما بيجبر حدا يحبه والشيطان ما بيجبر حدا يسمعه أنتوا عندكم ملء الحرية تقبلوا تجتمعوا أو تقبلوا تتبعوا غير الله إذن القصة فيكم أنتوا فبتصلوا أنتوا عبتصلوا ما تصلوا بي مش عم بقول عنكن للناس ما يصلوا الناس بزهنية السحر أنه الروح يجمع بيجمعنا لو شو ما كان لا لا ما بي منو بشري الروح الأدس منو بشري يعني ما بيلزم حدا لوك الله ما بيلزم حدا يكون متل ما الله بده الله بيقبلك متل ما أنت وكيف ما كانت وشو ما بدك تكون بيقبلك لأنه حبه إليك مش مرتبط بتصرفك حب الله إليك مش مرتبط بخطيئك حب الله إليك مش مرتبط برفضك لحبه فيكن تعملوها لا الروح يجمعنا في إلى أسس في إلى أسس ما أن أسس تقصية ولا وجبات ولا ربورات ولا مجبورين حتى تصلوا الصلاة الصلاة هي صلة الصلاة ليست واجب هي صلة علاقة فقلت هالموضوع لأنه بدنا نقرأ نصف وفت على موضوعتين فإنه من جهة الخدمة للقدسين فهو فضول مني أن أكتب إليكم شوفوا التهزيب والرعاية والخفر عند بولوس الرسول فضول يعني تطفل حشرية بولوس خلق كنيسة كورينسوس من الكلمة الإنجلية قال بيتطفل عليهم إذا أعطاهم ملاحظة لأني أعلم نشاطكم الذي أفتخر به من جهتكم لدى المكدونيين أهل مكدونيا يعني إن أخائي مستعدة منذ العام الماضي وغيرتكم قد حردت الأكثرين ولكن أرسلت الإخوة لألا يتعطل افتخارنا من جهتكم من هذا القبيل كي تكونوا مستعدين كما قلت حتى إذا جاء معي مكدونيون ووجدوكم غير مستعدين لا نخجل نحن حتى لا أقول أنتم في جسارة الافتخار هذه فرأيت لازما أن أطلب إلى الإخوة أن يصبقوا إليكم ويهيئ قبلا بركتكم التي سبقت تخبير عنها لتكون هي معدة هكذا كأنها بركة لا كأنها بخل إذن شو عكس البركة؟ البخل مش حكين عن كرم حكين عن بركة هذا وإن من يزرع بالشحي فبالشحي أيضا يحصد ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد كل واحد كما ينوي بقلبه ليس عن حزن أو اضطرار أنه مجبور لأن المعطي المسرور يحبه الله إذن كان فيه معطي غير مسرور والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا لكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح كما هو مكتوب بدد أعطى المساكين فبره يدوم إلى الأبد والذي يقدم بذارا للزارع وخبزا للآكل سيقدم ويكثر بذاركم وينمي غلات بركم مستغنين في كل شيء لكل سخاء ينشو بنا شكرا لله لأن افتعال هذه الخدمة ليس يسد إعواز القدسين فقط بل يزيدوا بشكر كثير لله إذ هم باختبار هذه الخدمة يمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح وسخاء التوزيع لهم وللجميع وبدعائهم لأجلكم مشتقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة لديكم فشكرا لله على عطيته التي يعبر عنها إذن في جميل جدا عن العطاء بسرور الكرم يلي مرتبط بنتيجة علاقتك بأله هذا اسمه بركة مش كرم لأن الكرم واحده بيقدر يروح على مطرح تمجيد شخصك تتكرمي لتتمجدي هذا مش دليل علاقة بينك وبين الله نتيجتها أن تعطي بسرور إذن الكرم الروحي هو بركة والكرم الروحي هو مادة تخرج منك يعني العطاء بسرور بركة مش نهيك بيعتبر هيدا خدمة خدمة يعني موهبة من مواهب الروح في الكنيسة الناس اللي بتخدم بعطاء بسرور ومش بس هيدا العطاء شغلته يسد أعواز الأدسين حاجاتهم لا هيدا ترتبط بالشكر لأله ونعمة الله بتتغير مفهوم الأمور معنى الأمور هلأ صدفة أو فرصة هالنص قبل الصوم أنتوا بتعرفوا أنا مش من جماعة الصدفة أنا من جماعة الفرصة هلأ إذا بسألكم عن الصوم بدون ما أسألكم وتعبلكم رأسكن تطغير إماتي جهاد روحي تصفية الزهن محاربة الأهواء ضبط النفس وحدس ولا حراج هيدا كله بوذي بوذي يعني ما إلو علاقة بموضوع الانجي لأنه كل هيدول كل يوم فيه مطلوب منك تعملون أنه أمتين مش مطلوب تضبط نفسك وأهواءك وزهنك وجهادك أمتين مش مطلوبين إذن ليش بدك تعمل بالصوم كأنه عم بتقول هيدا الموسم الصوم بتعمل هيدول لتعمل تبرير رائلك خارج الصوم إنه ما تعملهم بتعمل عطل هلأ بتقول لا بس بالصوم هو أكتر التركيز تركيز عشو تركيز عشو بولوس الرسول عم بيحكي لكنيسة كيف تقدم بركة لحدة تاني وجودك ككنيسة بولوس عم بيقول مرتبط بالحفاظ على وجود حدا ممكن بكرة يبطل موجود وبالتالي يبطل كنيسة فموضوع الصوم جي لها الأصص الهاء لأنه الناس عم تفصل بين كلمتين كلمة كرم عطاء وبركة لأنه بالنسبة لألو الناس الله بيبعت البركات السحر شتي والله ما بيبعت بركة شتي الله بيبين إنه بعت بركة بس الناس يشوفوا نتيجة البركة منك أنت بيبين آه هيدا عنده بركة مش الله بيبعت بركة بتقوم أنت بتعطي قال لأنه أنت عطيت اكتشفنا أنه الله بعت البركة ما إلى علاقة الصوم بموضوع كل هيدول طالما الكنيسة هي جماعة إفخارستية يعني شكرية جماعة وكل شي بتم بالجماعة لأجل الجماعة الصلاة مع بعض الديس مع بعض أسرار مع بعض الموت مع بعض العمادة مع بعض كل شي مع بعض ليش بالصوم بصير الشغلة فردية لا حياتي ولا طهارتي ولا جهة لازم يكون الصوم مرتبط بالجماعة يعني لأجل الجماعة يعني إذا بالصوم أنت كل هيدول ما عملت وما قدرت تعمل بس في حدا انتعش من صومك أنت في بركة أهم من كل هيدول بس والأهواء انت بتعرفوا كيف واحد بقدر يتخلص من خطيته بالعطاء لأن العطاء هو العدو للخطية لأن شورك ان الخطية هي لأنا إيجو تبعيتك واحد بيخطيب الإيجو سبب هيك بيستحلي بيحب بيسرق بيعمل كل شي بيجزق هو لأنه في عنده شي جوا بده يسبته يأمنه أنا العطاء الصدقة هو كل شي براتك بيصير مش هيك الأباء القديسين بيقولوا لك تتحرر من خطية متعلقة فيك متعلقة فيها روح قدم الخدمة لحدا بتبلش تتعلم كيف تكسر التعلق لأنه قدرت تطلع من حالك لحدا تاني الصوم كنسيا مرتبط يعني أنت ما بتصوم لأنه المسيح مات وما بتصوم لأنه المسيح انصلاب وما بتصوم لأنه في فصح ما بتصوم أنتو بتصوم لسبب تاني أنتو بتصوم لأنه المسيح مات من أجل واحد ما حدا ما انتبهله أنتو بتصوم لأجل واحد المسيح ماعتبره هدف كل مشروعه الخلاصي ولا حدا من الناس ماعتبره بتصوم حتى هيدا الشخص ينتبه ينتبه تأتي إليه اليقظة الروحية ليعرف أن الله ما زال واضع عينيه عليه بواسطك انت فيفهم ويفرح ويحيا تذوقات القيامة قبل أن تحصل القيامة وانت بتجيك هيدا البركات القيامة مشان هيك بقول مش موضوع أنه انت تكون مجبور ما انه جبر هيدا بيجي تعبير فرح هلا بس أبونا الكنيسة عبتنظم أنا ما عم بدخل بتفاصيل الترتيب لأنه الكنيسة فهمين شو مين الكنيسة يعني الأباء القدسون الأباء القدسون هيدول هي المرجعيات العلمية الفكرية تابعو لنا أما المرجعية للكنيسة هي الكنيسة كلها مرجعية نفسها لأنه المسيح في وسطها الأباء القدسون يا إخوين وأتب يحكوا عن الصوم تربويا تربويا تأديبيا لأنهم فهموا أن محبتكم قد نقصت فلا بد من قانون لأنه حيث تنقص المحبة يطبق قانون ليس هكذا عملوا ترتيبات الصوم هلأ الأفضل للبنيان ولأجل تأكيد فكرة الجماعة والرباط أنه حلو وقت أنت تكون صايم بنفس الوقت أنا صايم في لين صايم حلو منيحة تفكير مثل مثلا قالتلي سكور ابني بالصلاة بالنسبة لألي كل ما قريب وقف قدام المزبح يخلق قدام يزياد خلاص لموت مثل مئات مئات من الأشخاص هدا ما بقدر أنا أقول أنه أنا بصلي لأنه أنا والله لا خلاص ما في علاقة ثنائية بينك وبين الله علاقة ثلاثية منموم أنت وأله في حدا تاني بالصوم أنت وأله في حدا تاني بكل شيء أنت وأله في حدا تاني لك بالعشق بالغرام في أنت وأله وحد تاني دائما دائما هيك فما فينا نحن نتقل على الصوم معاني هي مرتبطة بالحياة اليومية تبعك حتى من دون أصد أو أصد نلغي فكرة زرع كلمة الله الحية بالناس وليس بالضرورة عن طريق واحدة هي التبشير هناك طريقة أخرى هي الخدمة